كيف حضراتكم في حلقة اليوم الأستاذ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك أستاذ أحمد مشرف ومنور وسعداء جدا بوجود حضرتك وحمد الله على سلامتك الله يسلم حضرتك غبرك ايه كله تمام؟ الحمد لله أحسن حمد لله غبرك ايه بقى العملية وتمن الناس عليك الاول هي الجلطة في الوعيد وكده والمفروض بقى بدأوا بها بس هي بتاخد فترة وان شاء الله يعني يضوب خالص لكن حياتي بقى مستمرة يعني باخد العلاج مستمرة طول العمر اللي هو بتاع الجلطة لازم تهدى بقى شوية مع ان انت هادي اللي يعرفك يعرف ان انت هادي يعني مش هادي قوي على فكرة مش عارف انه مش افتكش الحيوة انت متنفس انا بعرف اتماسك اكتر شوية والله من غيرك طيب يعني انت كويس الحمد لله اه الحمد لله هو بس حاجة بسيطة دي مناسبة يعني عايزز اشكر كل الناس الجولي يعني كل الناس بصراحة كل المجال اليراضي سواء النادي الاهلي او نادي الاهلي حد جالك اه جالي جالي عضاء مجلس اصدارة جالي العمري وجالي اه حاجة محمد تيالي عبدالله جالي جالي حوالي 3 او 4 عضاء مجلس اصدارة ومدير عام النادي اه لا جولي كلهم واندي ونادي اسماعيلي جولي اه كبتان حسان مكلمني و يعني كل النادي حسان وطبعا نادي زمانيك بقى ده بيتي بقى كله جالي ولأ كل الناس كلها بصراحة كمان بحطرمين يعني اه يعني بشكرهم كلهم في المجالات كلها الراديو السياسي والفني والجمهور العادي جالي الله يعني ما اني كان ممنوع الدخول وممنوع التليفونات وهنا لا هو بقى كان ممنوع الدخول من بس كان بيخش اه يعني عشان العدد لكن لا الحمد لله شو بشكر الناس كلها حتى انا فتكر واحد من جمهور من حلوان جالي ان شاب عنده 17 سنة يا اه كان حافظ الكرآن وقال لي انا عايز بس اجي عود جنبك عايزة وعادي اقر كرآن ده انا فكرة بس جد اه وعادي اقرآن شوية ومشي وجب ده ده مصحف ومشي اه فيعني كان شعور الناس كلها بصراحة اه الحمد لله دي احسن حاجة الحقيقة في هذا الموضوع طيب كان هنا نروح